لا جناح عليكم إن طلقتهم نساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدروا وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتهم من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصب ما فرضتم إلا أن يعفوهن أو يعفو الذي بيده عقدة تنكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المسقى وقوموا لله قادتين فإن خبتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكنوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويضعون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فناجنا حالكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات بتاعوا بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تاقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم قلوب حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قضوا حسنا فيضاعفه له أضعفا كثيرا والله يقابض ويبسق وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئين بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوا تملكا قالوا أن ما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك ولم يؤتسع ثم من المال قال إن الله أصرفه عليكم وزاده بصرة في العلم والجس والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فلما بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتركم بنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه من مني إلا من اغطرف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا قاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابين ولما بردوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا تفر الله الناس بعضهم ببعض فسدت الأرض ولكن كن الله فضل على العالمين تلك آيات الله نتوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين